أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وكما وعدنا حضراتكم اليوم حلقتنا حوار خاص مع دكتور جميل شعبان وهو استشاري أمراض النسائية والتوليد وحديثنا حول الألياف الرحمية شو هي الألياف شو أعراضها كيف بنشخصها شو مضاعفاتها كيف بنعالجها هل في تطورات على الموضوع معالجة الألياف شو المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها كل ذلك سيكون محور حديثنا مع الدكتور جميل أهلا وسهلا يا دكتور شرفتنا أهلا فيكي وأهلا في كل المشاهدين إن شاء الله يا رب يدون بيتك عامر بكل أفراده بالصحة والعافية إحنا دائما أكيد بهمنا يعني أفراد أسرنا يتمتعوا بالصحة ويكونوا مطلعين دائما على المشاكل الصحية اللي ممكن تواجههم كيف ممكن نحلها موضوع الألياف الرحمية بشكل خاص مشكلة بتواجه السيدات سواء في سن مبكر ويمكن أكتر في سن ما بعد الأربعين فضروري نعرف السيدة المشاهدين ما هي الألياف وشو المشاكل الألياف الرحمية هي كتل عضلية تتكون من الأنسجة تبع الرحم فبنسميها ألياف والنهاية بتصير كتل يعني زي درانات الحلو فيها ويعني شبهها أكيد أنها هي حميدة وليست خبيثة هي كتيرة جدا يعني بتعند النساء بين 20 إلى 40% من النساء بين سن العشرين والخمسة واربعين موجودة حقيقة بعد سن الخمسين وبعد انقطاع الدورة حتى الألياف بتصير ما تكتر وإنما بتقل أو تنشف يعني بتضمع فالمشكلة هي في سن الخصوبة بين سن العشرين وسن الخمسة واربعين فهي تؤثر على المرأة بتسوي لها نازفات رحمية آلام الدورة بتكون شديدة مرات بتعيق حصول الحمل وخاصة إذا كانت داخل جدار الرحم ومرات بتسوي إجهاضات يعني إذا صار ممكن بتصعب الحمل وإذا صار حمل بتؤدي للإجهاض فمشاكلها كبيرة ولما بتكبر كتير ممكن تأثر على المجرى البولي بتضغط على المثانة بتفطل الوحدة تعرف تبول مزبوط أو بتصير لها سلس بولي ممكن تأثر إذا كانت الليفة بجدار الرحم الخارجي تأثر على المصران الغليظ وعلى المخرج بحيث تسوي إمساكات يعني مشاكلها عند المرأة عادية كل الحوض تبحها بيكون يعني معرض للمشاكل بسبب هاي الألياف نعم الألياف موجودة في الرحم إما داخل الرحم وأما في جدار الرحم وأما خارج الرحم أنا عندي يعني سلايدس جايبهم معي مشان أوضح فإذا ممكن يعطونا السلايد الأول طيب خلينا نبدأ من المخرج لو سمحت نبدأ بعرض السلايدات اللي هي للألياف كيف بتظهر نعم ممكن داخل الرحم ممكن على الجدار نعم خارج الرحم نعم طيب نبدأ بالسلايد الأول اللي هي داخل الرحم دكتور لا هي أنا بدي أورجي أول إشي هذا الرحم في كل الألياف إذا منلاحظ هون الليف موجود فوق الليف موجود في جدار الرحم الليف موجود في الداخل هذا مشكلة جدا هذا ما إلو علاج وهذا لازم استقصاله لأنه تقريبا يعني في كل مراحل المنطقة تبع الرحم بينما هذا اللي دارج أكتر إما بيكون هون في داخل الرحم هذا بيأثر أنه ما يصير حمل أو إذا صار حمل بيسوي إجار هذا اللي فوق يعني مشاكله أقل وهدول اللي بالجدار لما بيقوروا كثير برضو لهم مشكلة فيعني مشاكله بيعتمد على الموقع تبعه تمام هلأ اللي شرحت عنها حضرتك بالبداية أنه بالخارج والداخل هاي قليلة نادرة هدول نادرين لكن صعب بس أنا حبيت أورجي أنه قديش ممكن الليف ممكن يسيطر على كل الرحم من الخارج ومن الداخل وفي الجدار بحيث أنه يعني بيهلك المرأة تمام ولما بدنا نعالجه صعب أنك تقيمي هذا وتخلي الباقي وصعب تقيمي هذا فبالتالي كل الرحم صار يعني متضايق وما ممكن تشيطر طب دكتور شو اللي بدي يخلي الست تعرف هذا طبعا مش فقط المتزوجة ممكن غير المتزوجة نعم طيب شو اللي بدي يخليها شو الأعراض اللي بتشعر فيها حتى تراجع الدكتور وتكون شبه متأكدة أنه عندها مشكلة ألياف لا هي ما مشتأكدة بس هي إذا صابها نزيفات رحمية رح تراجع الدكتور وإذا صارها ألم شديد ما كان من أول معناته فيه إيش جديد لازم تراجع الطبيب فهم العراض الأولى هي تبدأ بالنزيفات الرحمية وفي الألم والألم مرات بيكون شديد لدرجة إنها إذا يعني إمرأة موظفة بتتعطل عن العمل وإذا هي بنت في الجامعة أو في المدرسة لسه بتتعطل عن الدوام فيعني لا يمكن إلا تروح للطبيب هذا فقط فترة الدورة دكتور الألم في الدورة فترة الدورة وممكن زي ما تفضلت يصيب إمساكات هذا لما يكبروا أكتر وأكتر ببطل إليها علاقة في الدورة وإنما بتكون الألم دائمة طيب توجهت للدكتور نعم شو لإجراءات اللي بيعملها الدكتور؟ أول دكتور يعني حديثا زمان يعني لما كنا خلينا نقول أنا متخرج من زمان ما كانش في ألترا ساوند كنا بالإيد نفحصه إلى آخره ونعرف الآن صار الألترا ساوند هو التول الأولاني يعني مجرد ما نحط الألترا ساوند الرحم العادي هو النجاصة فلما نلاقيه كبران معناته فيه إشي ولما نلاقي فيه دورات معناته هذا درانات فعندها يعني إذا متزوجة بنفحص داخلي إذا غير متزوجة بنفحص بس بالألترا ساوند وعند اللزوم بنسوي صور أشعة أو الرنين المغناطيسي من شان نعين الأماكن اللي موجود فيها وبعدها بنبدأ نحكي بالعلاج نبدأ إذا نحكي إحنا ولا قبل العلاج نحكي شو الأشياء اللي ممكن يتسبب فيها بالنسبة للمرأة المتزوجة حديثا زي منع الحمل أو الإجادات وكيف ممكن نتدارك هذه المشكلة؟ المتزوج حديثا ممكن أيضا يصيبها ألم بالعلاقة الزوجية خاصة إذا الليفة موجودة في بداية الرحم فلذلك يعني أي ألم بصيبها أي نزيف بصيبها هي ستذهب للطبيب لا محالة حتى لو رحط لطبيب عام ممكن هو إذا عنده ألترا ساوند شخصها أو بحولها للطبيب الأخصائي فالعلاج باعتمد إذا هي نزيفات رحمية بسيطة والليف لساته في بدايته ممكن إعطاء أدوية إما أحبوب المانع أو أدوية متطورة DNA analogs وغيره وغيراته اللي تخفف هذا الألم بس إذا وجدنا أنه الليف مستفحل وكبير ما في زمان كان العلاج الأساسي هو الجراح من سنة 1970 دخلت على الطب التنظير صرنا بالمنظر ندخل ونستعصل هذه الألياف فيما بعد صار فيه أدوية تنشفها ولكنها يعني مفعولها يعني مؤقت غير التنظيف التنظيف مشان نشخص إذا كان هو جو الرحم نرجع للصورة الأولانية إنه اللي جو الرحم بالتنظيف أما اللي بر الرحم أو بجدر الرحم إما بالجراحة المفتوحة أو بالمنظر تمام وفيه بعدين التطور تعرفي الطب بتطور علم الإنسان ما لم يعلم كل فترة من الزمن بيجي الإشي جديد صار إيشي بنسمي إمبوليزيشن ندخل كثتر زي القصرة تبع القلب ونودي هذا الكثتر عند الرحم ونحط مواد تنشف الأوعية الدموية اللي بتغزي الليف فالليف بموت بضمر و بصير يكش ولكنها مؤلمة وهذه الطرق كلها كل مدة والتانية بيجي إطلع الشيديد وحديثا اخترعوا جهاز جديد ممكن ينشف الليف بالذبذبات الصوتية السريعة ويحرقوا بدون ما نفتح البطن ولا نحط كثتر ولا نحط أي شيء واللي بسموه الذبذبات الصوتية العالية الكثافة بالإنجليزي هايفو مختصره وهذا الجهاز هو الآن يعني خلينا نقول الشيء اللي بحمي المرأة من فتح البطن بحمي المرأة من استقصال الرحم من تخريب الرحم يعني حتى الجراحة سواء المفتوحة أو التنظير ممكن يأذي صحيح ويسوي التساقات وإلى آخره وأدي إلى عقم دائم أو إلى يعني الحبل يصير فيه إجهاضات متكررة طيب دكتور عادة بتاخدوا أنتوا عينة من كل ما عملتوا هيك عمليات تاخدوا عينة للإطمئنان هذا هذا شغلة ضرورية جدا يعني لو أشيل تالول من إنسان لازم أبعده على الفحص متأكد أنه هذا غير سرطاني حتى لو كنت متأكدة أنه غير سرطاني لازم أسويها من شأن إذا بعد عشر سنين صابها لا سمح الله سرطان في مكان آخر ما يقولوش ما هو هذا أصله من هداك فلذلك لازم يكون إثبات بأنه ما عملنا لا علاقة له بس عادة الست بتخاف كتير لما بقولوا لها رح ناخد ناخده للفحص فهي بتشك بنسبة 99% إنه يعني لو لإنه الدكتور شك إنه خبيث ما أخذ فبتظلها يوم يومين قلقة يعني أنا أصلا بقولهم مش بدي أبعته إلا إذا سألوا بس أنا ببعته تمام وبطمنهم إنه بالشكل وبخبرتي شكله طبيعي حلو وبعد يومين بعطيكم الإصافي الوافي فإلى حد ما بتصير المرأة مطمئنة تمام إذن العلاج تطور طرق استئصاله أو القضاء على هاي الألياف صارت كتير متطورة لا شك دكتور بعد العمليات وبعد ما يعني بتكون تتخلص من الألياف تتعطل عن عملها بتشعر بألم بعمليات فتح البطن 100% بتتعطل عن عملها أقل إشي 3 أسابيع وعن العلاقة الزوجية شهر بالمنظار بتتعطل عن العمل بجوز أسبوعين وبرضو العلاقة الزوجية يجب بتكون محدودة بالجهاز الجديد ما بتتعطل عن العمل غير يوم العملية والعملية ما بتدخل المستشفى هي بتيجي على القسم اللي فيه الجهاز بتيجي الصبح بتروح بعد 6 ساعات الثاني يوم ممكن تروح يعني تشتغل تمارس عملها والحلو في الموضوع إنه هذا العلاج الجديد ما بيلزموا تخدير عام ما بيلزموا دخول المستشفى ما بيلزموا فتح بطن ما بيلزموا أدوية ما بيلزموا أنتواية بالعيادة هي مش عيادة وإنما سنتر فيه يعني قسم كبير مساحة كبيرة لأنه الجهاز كبير وفيه عدة عوامل يعني فهو ليس جهاز بعيادة وإنما جهاز فيه مركز تمام وبعد العلاج بتروح وبتنام وتاني يوم أو تاني يوم ترجع لعملها جميل طيب دكتور السيدات اللي بتصيبهم هاي الألياف بكثرة فيه للوراثة دور فيه مثلا لأسباب معينة بتأدي لإنها هاي الألياف تظهر حتى ستت تحاول تتفاداها مثلا تقي نفسها من الإصابة بالألياف هذا السؤال جيد جدا هي فيه عامل وراثي وإذا بديك أول المضبوط نحن لا نعلم ليش بعض الستات بيصيبهم الليف يعني فيه نساء كل العائلة ما فيها وبطالها الليف سبحان الله ولغاية الآن لغاية الآن ما قدرنا نوصل إيش سبب الليف الرئيسي فيه خلل في الهرمونات فيه عوامل وراثية فيه شغلات ربانية لا نعلمها وهذا بنطبق مع قول الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من العلم إلا قليلا صحيح نحن نبحث وسنبقى نبحث بس رح نوصل للنتيجة ولا لا ما بعرف يعني إذا ربنا رايد نوصل للنتيجة فيه دراسات فيه اجتهادات لا تمل ولا تتوقف جميل طيب الدكتور بتلاحظوا مثلا أنه الألياف زادت عن زمان كون حضرتك دكتور يعني من سنوات فأكيد يعني عصرت الأجيال القديمة والأجيال الجديدة فهل زادت فعلا نسبة الإصابة بالألياف هي حقيقة ما زادت ولكن بالزمنات كانت النساء ما تروع الدكتور كانت تستحي تروع الدكتور النسائي فتصيب هاي المشاكل وكانت ستها أو أمها تقولها يا منتي ما هو إحنا هذا الإشي بنعرفه من أول إنه فيه وجع وفيه نزيف وإلى آخر فكانت المماطلة ولذلك صارت المرأة بالزمنات كانت تروح متأخرة للعلاج لآن أول ما بتتألم يعني أمها بتقولها يلا منروع الدكتور صحيح حتى ستها اللي بالزمنات كانت تقولها ما فيه جداعي تقولها لا روح يشوفي إيش الموضوع بتشجعها فلذلك كل ما كان الزيارة مبكرة كل ما كان العلاج أحسن ويعني إحنا ممكن هلأ شوي نورجي كيف العلاج هذا إنه ما بضر الجسم ما بيخرب تمام وبيكون تمام فإذا بيعطونا الأسلايس الثاني أعطونا الأسلايس الثاني حتى نشوف هذا السلايت بيبين إنه كيف المبدأ تباحة لو أنا أجيب مكبر مكبر وأحطه تحت الشمس هذا مكبر محطوط تحت الشمس وأحط ورقة الورقة بتنحرق بس ما بينها ما بصير له شيء وهذا المبدأ اللي منه انطلقت الفكرة هذا الجهاز اللي بعده إذا سمحت المرأة بتكون نايمة على بطلة والجهاز بيكون من تحت بيعطي الدبدبات بحيث يعطيها نقطة نقطة يعني إذا ملحظة هذا الترانسيستور اللي هو زي اللي منه بيطلع الدبدبات وبتروح نقطة وبعدها النقطة اللي بعدها وهلو مجرة فما بتقضي إلا اللي في بنفسها اللي بعده ونزل فمح يعني هاي الترانسيستور هذا اللي بيعطي الدبدبات الدبدب بيتيجي لهون وبتتسلط على نقطة واحدة وليس على الرحم ككل بيركز على مركز مركزة منطقة المشكلة مركزة 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 بالمئة اللي بعده ونزل سمح يعني هي بيكون نقطة 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 بحيث دوت 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 بالآخر بتصير يعني خط والخط هذا من فوق ومن تحت إلى أن كلها تكون تسيطر عليها وانحرقت تمام هذا أحدث علاج هذا أحدث علاج اللي بعده ونزل سمح هذا الجهاز هيك بتكون نايمة على بطنها والدبدبات بتيجي من تحت طبعا المثانة وهذا بتكون محمية وقبل هالمرأة بتكون ماخدة يعني دايت معين بحيث أنه الأمعاء تكون فاضية ما إلها ما تنصاروا بشيء اللي بعده استمح ألا هذا يعني مثل هذا الرحم ملان ليف انحطت هون انحرق الليف زي ملاحظة بطل في عضلة صار تاكل بعد مدة هذا بيدوب وبروح اللي بعده هاي هادي فيها عدة ألياف بعد العلاج بقى كم من يوم صار هيك بعد بشهر شهرين صار هيك اللي بعده هادي امرأة عندها ليف كبيرة هاي اللي بالنص هادي هادي وبعد الحرق بتصير سودا اللي بعده استمح يعني العراض العراض تبع المرأة خلال خلال أيام بتنزل يعني بعد ثلاث شهور بتكون تقريبا عشرة في المية وبالنهاية حوالي 92 في المية من الأعراض بتكون راحة تخت اللي بعده استمح هذا ليف برضو كبير بعد حرقه صار هيك بعد مدة هذا بكش وبروح اللي بعده هادي امرأة عندها ليفة بعد 14 يوم كان هذا ليف هيك بعد 5 تشهر كان هيك وبعد سنة تقريبا متلاشي اللي بعده هادي امرأة بعد ما سوت اللي في 6 شهور حملت وبالنهاية ولدت ولادة طبيعية بدون أي مشاكل تمام نعم بني بعده هلا الجهاز عم يشتغل بأماكن مختلفة في ألمانيا في إنجلترا في أكسفورد في ألمانيا في بون وإلى آخره في كل مناطق آسيا الاميركان عندهم جهاز تاني هذا ألترا ساوند الاميركان عندهم جهاز مرآي يعني نفس المبدأ ولكنه أصعب بالعمل وأغلب بالسعر فإحنا نتكلم بهذا هذا أفضل نعم وبعد العلاج بـ 12 شهر كان متلاشي نعم 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 هل تضمنوا أنها ما ترجع أو العادي ممكن ترجع 90% ما ترجع حلو وإذا رجعت ممكن تعيدي العلاج أهام أما إحنا يعني كل الإحصائيات بدل أنه 90% مرة واحدة وإذا رجعت لا حول ولا بنعيدهم تمام طب دكتور السيدات اللي بينجبوا أو اللي مثلا بتاخد موانا مين أكتر بيصيب يعني هل أنتو بتنصحوا السيدات إنها صحتها في الإنجاب مثلا المعتدل احنا بننصحها يعني كل ما كان الحمل عند المرأة أبكر كل ما كان أحسن سن الخصوبة حقيقة بيبدأ من 17 أو من 16 بس احنا ما بنحب الحبل في 15 أو 16 زي زمان وإنما احنا بننصح بعد العشرين فالحمل من سن العشرين للثلاثين هو الحمل المريح للمرأة بعد الثلاثين تبدأ برضو الخصوبة شوي تخف وبعد الاربعين بتخف أكثر طبعا في نساء أبو لدوا للخمسة واربعين ولكن كل ما كانت الولادة في سن العشرينات أوائل الثلاثينات هي للمرأة أحسن لتربية الأطفال أحسن لجسمها أحسن صحيح صحيح طيب دكتور السيدات مثلا أنا قرأت أنه فيه السيدات السمروات بتصيبهم أكثر من الهيكا أنه فيه دراسات إحصائية في أمريكا موجودة أنه نساء دوات البشر السوداء عندهم الصعبة الألياف أكثر بشكل أكبر طيب دكتور كمان الستات بيكونوا يحكوا لبعض هيك مسمعهم بين بعض أنه الألياف هاي بتصيب والنزيفات لما بتكون الدورة بدها تقطع الست يعني قريب سنة الخمسين خمسة وخمسين فبيكونوا يقولوا لبعض إشي عادي خلاص لا تراجعي دكتور ولا إشياء اللا رح يطلع لك بقصص وصوري وإعملي هاي الأشياء بنسمعها بين الستات بس هاي خرافة لأنه ما إلها علاقة ولو بدأت تقطعها ما بتصير غزيرة وإنما بكون في مشكلة يعني جيبي لي امرأة ما عندهاش مشكلة وليف رحمها ما في ليف تقطعها العادة وهي مش دارة عن حالها صحيح فإذا في مشكلة يعني درهم وقايا خيروا من قطاع العلاج تروح تفحص ومش أقولوا لها ما فيش إشي أحسن تمام ودكتور كل ما يمكن عجلت بالعلاج هو الأحسن بداية تكون أفضل هو الأفضل قبل ما تتفاقم المشكلة عندها طيب تمام دكتور هذا كان يعني يمكن محورنا الأخير في موضوع الجديد في معالجة الألياف الرحمية ما بعرف إذا حضرتك تحب تضيف شيء في نهاية حوار أنا بس بتمنى على المجتمع أنه ما يرفض الإشي الجديد يعني أنا خريج 65 ما شاء الله لما اخترعوا الأبرسكوب وكنت أنا حاضر في ألمانيا في اختراعه اللي اخترعوا عدو الأطباء حتى في ألمانيا عدو أنك من خزء صغير بدك تطلع لإشي ما افتحوا إلى آخر فكل جديد دائما الناس بتصد عنه بتواجه يا أخي جرب وإذا لقيت أنه غلط احكي بس إحنا ما جبنا الجهاز الآن إلا بعد دراسة عميقة وبعد التحري الكبير وبعد ما عرفنا أنه في أكسفورد موجود وفي بون موجود وفي إيطاليا موجود وفي الصين موجود وفي اليابان موجود مش معقول هدول كل الناس يعني جابوه هيك لله بلله صحيح لابد أنه عملوا كل الدراسات فإحنا استسقينا هذه المعلومات وبناء عليه جبنا الجهاز طيب بقي أن نعرف أين موجود الجهاز الجهاز موجود في مستشفى الأردن فقط لا غير تمام في مستشفى الأردن يعني اللي عنده هالمشكلة مركز بطريقة سهلة بعيدا عن الأوجاع بعيدا عن الجراحة بيستخدم هذا الجهاز طيب دكتور إحنا في نهاية حوارنا حوار جميل ونصائح مهمة ومفيدة إحنا حنطلب من السادة المشاهدين اللي عنده أي سؤال أي استفسار جاهز لا يجاوبوا عليه عن طريق صفحتنا على الفيسبوك يوجه الأسئلة وإحنا بدورنا بنوجهها للدكتور ويجيب عليها بكل سرور الله يبارك فيك وممكن حتى في مواضيع تانية نستضيف حضرتك لا تفيد السادة المشاهدين بكل سرور في أي وقت شكرا لك دكتور وبارك الله فيك إذن كل الشكر للدكتور جميل شعبان مشاهدينا على وهو استشاري أمراض النسائية والتوليد وكان حديثنا حول الألياف الرحمية إذن مشاهدينا إلى هنا تقريبا انتهى برنامجنا بقية أن نتابع معا طبقنا لليوم بالهنى والشفا وحنكون مع مطبخ ثمرات طبربور وحيعملوا لنا فطيرة الباف باستري وبالدجاج وصفة سهلة وطيبة إن شاء الله إنها تنال إعجابكم ويطبقوها السيدات لأسرهم وعائلاتهم أنا من هنا سأودعكم وأشكر لكم متابعتكم في أمان الله شكرا